موسيقى موسيقى عدوات أعضاء جمعية أجيال ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من العطاء هذا المجال يعني الجمعوي يعني اللي في الحقيقة تتلعى وحضر أساسي وموازي إلى جانب العمل السياسي موسيقى السادة المتحدون الجماعة سرابيا الإقليم والزان السيدات والسادة الخضروف الكريم وليوفنا الأعزاء هذا الكرنفل لهذه السنة حاولنا أن نعطوه نخرج به الموروط التقافي من منطقة جبالة عن طريق أن الكرنفل يكون في حل الركبة للعرس يعني كيجيبوا لعيسة عروسة لواحد طريقة يكدر خاصة بلد المنطقة هذه وكنضيفون لها واحد صبغة وطنية وصبغة إفريقية لذلك حاولنا أن نجيبوا فرق اللي كدر موسيقى مغيرة لكش اللي كنشوفوه هنا في العادة كفرقات أوفر بويز اللي جاونا من سلاو لفرقات فرقات ريدمان من سنغال وكذلك نفتحنا على بزيف الفنون مشاغل الموسيقى نفتحنا على السيرك نفتحنا على المغيونات السيرك فرقات كلو كلو من الريباط والمغيونات جيون في ملطيات خدارنا من طنجة كنت من هذا العام يكون غير بداية في هذا المفتاح هذا والعام جي إن شاء الله نحاول نوسعه كتر وتكون عنده صبغة ماشية غير وطنية والأفريقية وإنما صبغة دولية إن شاء الله أولا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أريد أن أشكركم على هذا تواجد ديركم مقرصات التغطية الإعلامية وهذا من سبالينا مرهم ومهم جدا من سبالينا كفاعلين على المستوى دي المنطقة والحمد لله هاي جمية أجيال يعني استطعت أن هذه النمر السابع يعد نضم هذا المهرجان لهذا المهرجان اللي كيلعبوا حد دور كبير لترشد الحركة الاقتصادية دي المنطقة وكذلك التعريف بوحد مجموعة دي المنتوجات الفلاحية المنتوجات الصناعة التقليدية دي الإقليم ومناسبة دي الزوار اللي كيلطلعوا للمنتوجات اللي كالإخوان العارضين دي المنتوجات أنهم كذلك يعرفوا بالمنتوجات ديالهم هذا من جهة من جهة أخرى احنا كجماعة وكعادتنا كجماعة عنبيضة يعني كنحول ما أمكن دعموا هاد العمل اللي كتقوم به جمية أجيال على المستوى المقلصة لأنه كنتظروا عمل مهم كعمل تنضيم هاد المهرجانات لكن تمنى أن جميع الجماعات خصوصا الجماعات اللي كتطفر فيها مراكز قروية كبيرة أن نمشي على سيري لجمية أجيال ونطمب هاد المهرجانات اللي هي فرصة كذلك بالنسبة للساكين المحلية لأن ربما كان تجي شوية الفرحة وشوية الغيبطة وشوية الصرور وكذلك مناسبة مهمة كذلك لأحد مجموعة هذه الفعاليات للسياسية للجمعوية للاقتصادية اللي كتتلقى في مبينتها وكتتبادل أطراف الحوار من أجل الدفع بالأمام بالنسبة للمنطقة وكان أعتبر كان أعتبر هاد العام اللي كتقوم بالجمعية وتنظيم هاد المهرجانات هاد النوع اللي هو متنوع مهم ومهم جدا بالنسبة لإقليم وزن الإقليم وزن اللي هو في أمس الحاجة الميت هاد الملتقايات اللي من جهة ديال رفع ديال القيمة ديال المنطقة وكذلك للتعريف بالمنتوجات المحلية ان شاء الله ونتمنوا أن هاد العام اللي كتقوم بالجمعية نشوفوا في جامعة أخرى ونحن كفائلين سياسيين رحل الإشارة باش ندعموا مثل هاد الملتقيات ومثل هاد المهراجات وإيمانان الجد وشكرا السلام عليكم اسم الكريم عبد الكبير توجريم مدينة وزان سالع تقليدي في المصنوحات الجلد حصل على الدبروم تخصص مهاني في 2008 عشر سنين الخيبرة وموضي ليس كان سير الموضي اللي تباح لها رأسنا كان نشرفه بالمدينة دينا اللي هي دار دمانة وزان معروفة بجلابة وبالجلد ولكن زيدنا تطورنا في الجلد وعض في الغرفة دلمنا الدامة الوطنية اللي صنع تقليديين أسسناها في 2017-16 وعض في المكسبة نفيدي وثاني مشاركة عندي في المعرض معرجان المقاليسات جينا نشرفه بالمنسوج دينا ونشرفه بالتصوك دينا ونبينه الطريقة الخدمة الوزانية اللي كالخدمه بالجلد كالبلغة كالصابو كالصندالة جميع أنواع المصنوعات الجلد اللي كتتعلق بالجلد كالخدمه وخدمين معي سبارك الله تباع عيالات أسس نساء قدمين معي مدينة فاس ومدينة وزان كيخدموني السببات المكاسن والحمد لله رحنا غادين بالضامن شوية بشوية شوية بشوية كي ساعد أستاذ ربي الحبيب وشكرا جميعا كي حصلنا الشرف نحضره في هذا المهرجان في نسخته السابعة مهرجان اللي قمته جمعية أجيال المقرصات هذا المهرجان اللي صراحة احنا كنا من مدعمين بهذا المهرجان كرئيس جماعة ودائما كان دعمه المهرجانات في حل هذا الشكل هذا لماذا؟ لأن المهرجانات كدعطيه واحد الإشعاع على المنطقة وكدعرف بالمنطقة وكدعطيه واحد فرصة عن الشباب باش يبرزوا المقدورات ديالا في جتا المجالات سواء رياضية أو ثقافية أو اقتصادية وكذلك يعتبر واحد المصدر اقتصادي مهم لكي يروج المنطقة خلال هذا المدة ديالا وخالمهرجان كي يقفها أربع أيام الأثر الاقتصادية ديالا كدبقى واحد تقريبا واحد العشر أيام في هذه المنطقة سواء في المنطقة الجمعية المقرصات أو احتفل مناطق المجاورة سواء هالمعارض اللي كيندارو سواء واحد العدد ديالأمور اللي صراحة كدرجع بالنفع على الساكينة ديالمنطقة وما أحوجنا نمية لهذه المهرجانات وصراحة كخص يكون واحد المهرجان على المستوى إقليم وزان المهرجان تشارك فيه جميع الجماعات الترابية زيادة على البلدية ديالوزان بشكو واحد المهرجان عنده واحدة للصيد يتسمى دولي ويعطيه واحدة لإشعاع كبير للمنطقة ويعرف بالإقليم وبالمنطقة ديالوزان والمؤهلة ديالات الثقافية والاقتصادية والحيرافية وفي شتى المجالات ونشكركم على هذه المبادرة وعلى هذه المبادرة الإعلامية اللي كدعرفوا بهذه المهرجان وبهذه الناس اللي كدعموا هذه المهرجان وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة